بحث رئيس الجمعية الوطنية القائم بعمال رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك في لقائه رئيس النيابة الجزائية المتخصصة بالعاصمة عدد القاضي أنيس ناصر علي سير العمل في النيابة والصعوبات التي تواجه نشاطها وتطرق اللقاء إلى تعزيز التعاون المشترك مع النيابة بهدف تحقيق العدالة الناجزة كما تلاول القضايا المنظورة أمام النيابة المتعلقة بالإرهاب وتهريب المخدرات وغيرها ودع إلى الإسراع في سير إجراءات التقاضي ومعالجة القضايا العالقة مشيدا بأداء النيابة الجزائية المتخصصة في العاصمة ومعفضات الجنوب لإنجاز النظر في القضايا الجسيمة التي تزعزع الأمن والاستقرار وتهدد الأمن القومي ترجمة نانسي قنقر